السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين اكرام في كل مكان وزمان. وخاصة طلاب الصفة الخامس الافتدائي. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الشهر من الاول. اه يونت فور الواحدة الربعة. وحنلاقي كل الدروس اللي اللي فاتت من اول درس في المهنة الى درس اليوم ان شاء الله بالترتيب في قائمة التشغيل الخاصة بالصفة الخامس الافتدائي. اهلا بكم مرة تانية. وزي ما قلنا في الاول ان شاء الله النهاردة هنكمل يونت فور الواحدة الربعة. درسين ثالث والربعة. في قناة جميلة جدا اه بتاعة ابن اخوية اه بتاعة محمد خالد فرحات. هو صوته حلو جدا في القرار ان شاء الله عليه وفي الانشاءات برضو. وان شاء الله صوته هيجيبكم جدا. هو عاوز يوصل صوته موهبته للناس عشان اه الناس اسمعوا. هتلاقوا رابط القناة في اول التعليق او في صندوق الوصف على الفيديو ده او تحت الفيديو ده. اه بعد ما نسمع مهرجانات وحاجات ملهاش اي تلتين لازمة. اه نسمع قرآن وحاجات دينية لها قيمة وتنفعنا ان شاء الله. عشان كده يريت اه طلب مني ورجاء ندخل على قناة محمد خالد فرحات ونعمل فيها اشتراك ونشوف الفيديوهات بتاعته ونشجعوا اه عشان ربنا يوفاوا ان شاء الله ونكون سبب في اه ازهار اه موهبته جميلة للناس. يلا بنا هنبدأ الفيديو مع بعض شرح بتاعنا على بركة الله. لسن ثري درس التالت براتس تايم وقت التدريب. هل حلوين هنتعرف على زمن زمن المستقبل البسيط. نستخدم هنا معناها سوفة. استخدم وبعدين يعني الفعل في المصدر. والفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. استخدم الشكل ده. طبعا لازم يكون قبلها ايام. واستخدم لازم يكون قبلها ايام. وبعدها الفعل في المصدر للتعبير عن المستقبل. يعني انا ناوي انا ايه? ناوي اعمل الشيء ده في المستقبل. عن دينية وعن ومخطط له. وعند قرار ان اعمل الفعل ده هقول. مثلا انا عندي قرار اني هزاكر. عن دينية اني هزاكر. هقول ايه? ايه? عند قرار او عند دينية اني مسلا حشيري حاجة. حشير مسلا عربية اقول ام ايه. اذا لما اتكلم عن فعل انا ناوي اعمله في المستقبل ومخطط له. ومقرر له. استخدم ايه? الشكل ده. اللي هو ام. از ار. وبعدين. وبعدين الفعل في المصدر هو اصل فعل. طبعا انتو عارفين ام. از ار. حسب الفاعل بتاع الجملة الفاعل ده ايه مستر الفاعل اي او هي او او ات الحاجات دي كلها فاعل اي بعدها ام هي ات او اس مفرد بعدهم از وي اه يو او اسم جمع بعدهم او وطبعا ام از او بعدين الفاعل في المصدر على سبيل المثال شوف كده المثال ده يا شباب ام انا سوف ازور صديقي طبعا هنا زي ما اقول لهم شوية قبلها ام اهو عشان الفاعل اي وبعدين الفاعل في المصدر. اي ام گوونيج تو يزور بان اهو انا سوف ازور صديقي.uu زي ما اقول لهم شوية قبلها از اهو عشان الفاعل هي وبعد الفاعل في المصدر غت. هم سوف هو اخذو التاكسي. نفس الكلامة شباب معنى سوف قبلها عشان فاعل ذي تبدأ ذي ار و بعدين فاعل في المصدر هو تيك. تيك يأخذ. تيك اما النفي النجاتف ايه ما نفي? لما اقول مسلا انا سوف العب دي جملة مثبتة. انا فاعلا هلعب. نفيها انا لن العب. يعني مش هلعب. ده معنى النفي في الانجليش. النفي في النجاتف مع لسهنة من قادمة النفي نوت بعد ام و از و ار. يعني. هتكون هتكون هت اهطة وتكزي نفيها. ur Auto u warrant نonter بعد ام و از و ار ده النفه بتاع او نافه المستقبل لا?". او برضو بعد على الفاعل في المصدر. على فابيه المسال for example. او ام لان ارسل امال مش حاء ابته امال هنا او قبلها ام بس يمن في يب't وبعد كده يسندي في المصدر. هو لن يحمل فيديو لاحظ استقدام الكلمات التي هي من المستقبل يعني في كلمات الشباب بتدول على المستقبل في كلمات معينة بتعرفنا النجمنا في المستقبل زي كي من tomorrow يعني غداً بكرة ده مستقبل مش مسابل نعم عند مستقبل لما قلنا أنا رايح بكرة المكان في لده مستقبل نكس معنها القادم الأسبوع الجاي للسبت الجاي لحد الجاي السنة الجاية نكس ويك الأسبوع القادم نكس منث الشهر القادم نكس الي السنة القادمة نكس سندي يوم لحد الجاي دي كلها تكلميات دل على المستقبل في المستقبل يعني لو جملة فيها tomorrow او نكس اي حاجة من دولت او كيمت ان دفوتر يبقى الجملة مستقبل يعني جومك تو طبعا جومك تو ابلها ام و ازور بعدها الفعل في المصدر وبعد ما عرفنا الجرامل بتاع النهاردة السهل جدا طبعا ما احنا شفنا يلا ما بعد نحل تدريبات على لسن ثري اول اه تدريب اول سؤال يعني بيقول لك هنا دايرا عن ذلكلمة المختلفة وبيدي لبكلمة زي ما احنا معارفين في سؤال ده يحمل دفع مشغول سي يرى او يشاهد يركب طبعا واضح انه افعال اما مشغول هنجيب اي ولكن او اي ان كان مرأة صديق طبعا دايرا عند اميال ونكتب طبعا هنا اشخاص يعني ناس او اشخاص حنجيب مسلا او بنت او ولد اشترى سنت ارسلة تيكت توك اشترى دا ماضي سنت ارسلة ماضي اخذ فعلة في الماضي كلهم ماضي اما تيكت تذكرة نان طبعا هنجيب اي فعلة في الماضي ولكن سو رأى او اي ان كان الفعل هتجيبه في الماضي ولكن او يستحصل هنا فعل غير منتظم عشان ديكو لها فعل غير منتظمة تاكسي نابر فور تاكسي دي يو شي احنا عارفين نشي يو ودي رضمائر فاعل اما تاكسي ديت وسيط منصات او ناون هنجيب ضمير فعل لو اي او هي او او ات نوبر فايف باي هيركت تيك فيزت يشتري قصة شع يأخذ يزور طبعا فيزت تيك باي دولا فربس افعال اما هيركت ناون دايرة عند هيركت ونجيب اي فعل تاني ولكن مسلا اي ان كان الفعل املأ الفراغات بسهتم كلمة من هذه الكلمات عندك is going to rc my brother and i are at home انا واخي في المنزل i am to send an email i am to هنا في موجود عندك am وفيه to a nice ايوا الجملة هتكون i am going to i am going to visit انا سوف ازو i am going to send i am going to send an email سوف ارسل email my brother اخي is going احنا قلنا going to going to سوف download a video يحمل الفيديو then بعد ذلك he is going to a film طبعا اه going to بعد الفعل في المصدر هنا الفعل الوحيد الموجود في عندك في الكلمات هو see واحنا اخذنا في listen one listen to see a fail مشاهد فيلم in the evening في المساء in the evening we going to احنا برضو قلنا going to ابلها am is and are حسب الفعل هنا الفعل we حتكون we is ولا we are طبعا احقولي we are going to visit our friend number three read the passage and answer the questions اقرأ الكطعة واجب على اسئلة الكطعة مع بعض اسمحها مع بعض everyone in my family is going to do something كل شخص كل واحد في اسرتي سوف يقوم بعمل شيء معير i am going to download the video انا سوف اقوم بتحميل فيديو my father is going to send an email my father ابي سوف يرسل email my mother is going to visit a friend امي سوف تزور صديقتها حسن سوف تشير اسكريم حسن سوف تشير اسكريم مصطفى is going to get her cut مصطفى سوف يقص شعره in the evening في المساء we are going to see a film نحن سوف نشاهد film we aren't going to listen to music نحن لن نسمع الى الموسيقى رقم A او السلال على الكطعة fill in the blank boxes with true or false املأ الفرغات ديت او املأ مربعات ديت بصح او خطأ حسب الجملة اذا كانت مشى مع الكطعة ولا number one we are going to listen to music in the evening we are going to نحن سوف نستمع الى الموسيقى في المساء نشوف الكطعة في اخر الجملة في اخر الجملة قال لك اخر الجملة we aren't going to listen to music دي الجملة هنا we هنا aren't وهنا are هنا من فيه هنا مثبتة الجملة false الجملة ايه false جملة خطأ او ممكن نكتب هنا اف عادي ايه ما لم صح او حرف اف number two my mother or my father is going to send an email او ابي سوف يرسل اميل my father is going to send an email جملة true صحيحة او حرف t هنا i'm going to download the video انا سوف أحمل فيديو انا اهو i am going to download the video i am going to download the video نفس الجملة i'm going to download the video الجملة صحيحة true number b answer اجب من الكطعة نفس الكلام what's مصطفى going to do what's مصطفى going to do يعني ماذا سوف يفعل مصطفى اللي جابهي مصطفى is going to get a haircut دي رقم نكتب له رقم ايه رقم اربع number four number five number five when are you going to see a film متى نحن سوف نشاهد الفيلم عندك في القطعة in the evening حوليه in the evening في المساء number four choose اختار i'm going to ana scream احنا قلنا going to بعد الفعل في المصدر buys bought buying كلهم اصلهم او مصدرهم buy في المصدر they are two عندنا are وعندنا two ايه لائس ايوة they are going to number three she is going to going to بعد الفعل في infinitive في المصدر بدون اي اضافات ها ايدي مضافة هنا اسم اضافة اي ان دي مضافة لكن هنا اسم مجرح حاجة في المصدر she going to قلنا number four she going to have her lunch going to لنا شباب بعدها الفعل في المصدر قبلها am و is و are عندنا في are و is حسب الفاعل هنا الفاعل she معروفة is what is he have هنا is وهنا الفاعل في المصدر اللي ناقص going to what is he going to have ماذا سوف تناول what is she going to do طبعا هنا going to بعدها المصدر قبلها am is are عندنا في is و am و are كلهم موجودين حنبص على الفاعل الفاعل you اذا هقول what are you going to do ماذا سوف تفعل number seven i going to send قلنا مليون مرة ان going to قبلها am و is و are بعدها الفاعل في المصدر هنا going to موجود بعدها المصدر الناقص الناقص قبلها am او is و are هنا اي طبعا ايام نتب two are we going او نبدأ جملة بكلمة are في السؤال بعدها you هتكون are we بعدها احنا عارفين بعدها الفاعل في المصدر اللي هو number two aren't they sent going to نبدأ الجملة بالفاعل they وعندنا هنا going to قبلها am is or aren't هتكون جملة they aren't going to وبعدين الفاعل sent وبعدين number four friends am to visit going وبعدين ا نبدأ نفس الكلام بام وبعدين going to وبعدين الفاعل في مصدر visit a friend number five get is haircut who going هنا سؤال بهو السؤال هنسازين بعد هو او او اي ان كان السؤال بعدهم is وبعدين going to المصدر who is من سوف يقص شعره تمام على السؤال number six buy you a book هنا السؤال بانا هل 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 سوف are في السؤال بعدها هيو عطول وبعدين going to الفاعل في مصدر بعدين ابوك رقم رقم احنا فين ترقيم يا شباب number one are you going to the bus عمر هنا جاهزة فيش حاجة هناوت هنا عن عمر اسمائي الاشخاص اسمائي الناس بالصفة عامة يبدأوا بحرف هنا ما راح تكون لكن عمر هنا السؤال متوجه له هو يعني هل انت سوف تركب البص يا عمر لازم لما يكون الجملة اخيرة اسم الكلام موجه الاسم ده يبا لازم قبلي كما قبلي ايه كما بمعنى yeah number two we aren't going to send emails next Monday طبعا ويهين الدبلس مور وطبعا كيمة من دي ايام الاسبوع زي ما احنا عارفين من زمان الايام تبدأ بحرف في الاخر طبعا اذا هنا وم وفي الاخر طبعا فرصه عشان دي جملة عادية اما الدات الرابع والاخير في اليونت اللي هو بيكون بيعلمك طريقة نطق بعض الحروف في الانجلش النهاردة في درس الصوتيات بيعلمك نطق حرفين في اخر الكلمات الال اي زي كيمة بيتل بيتل بيعنا خنفوسة بيتل بيتل كاندل نراحص نسمع كويس نطق الال اي كاندل مش كاندل الال هنا في الاخر المفخمة اسمها دارك ال كاندل كاندل اه في النطق الال اي بعدين ال في الصوت كده ظاهر اليه الال كاندل اما في كتابة ال اي في كتابة ال اي في نطق اي ال نلاحظ الفرق اه بين الكلمة ونطقها اه او نطق الكلمة وكتابتها كاندل يعني اللي مش عارف لو سمع كيمة كاندل كده حيكتبه كده كاندل بس كده غلط ليه عشان هنا ال ال اي ال اي مش اي ال انكل طبعا كاندل شمع انكل عام او خال ميدل منتصف او وسط ميدل ميدل باتل 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 معرقة باتل باتل نودل 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 شعرية هنا لكز في نقط ال اي و اي في الاخر ريدل ريدل لغز او فزورة حتساو كيمة بازل برضو لغز او فزورة بازل حتساو ريدل بالزبط بازل بازل ريبل ريبل موجة صغيرة ريبل اما موجة كبيرة اسمها ويف دي موجة كبيرة بايسيكول دراجة بايسيكول باطل باطل زجاجة باطل بودل بركة مياه نايل نايل نهر النيل مش نايل 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 نهر النيل سادل سرق الحصان سرق بتاع الحصان سادل سادل لتل كمية قليلة او صغيرة في السن لتل تورتل اخذنا ربع زمان تورتل سلحة فاهمائية تورتل كاتل كاتل ماشية يعني البقر وقاموس اسمهم ايه اسمهم كاتل نقرر كلمات بسرعة بيتل بيتل كاندل كاندل انكل انكل ميدل ميدل باطل باطل نودل ريدل ريدل حتى هو بازل بازل ريبل 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 بايسيكول بايسيكول باطل باطل بودل بودل نايل نايل سادل سادل لتل لتل تورتل تورتل كاتل كاتل تدريبات على لسن فور اول سؤال لسن ان سرقل اسمها وضع دائرة هنا اسمها كلمة عندها دائرة نايل عندك ميدل و نايل حسب ما تسمع لو سمعت نايل دائرة عندي نايل سمعت ميدل دائرة عندي ميدل تمام؟ ذا او سؤال نايل نايل دائرة عند الكلمة المختلفة بادلة بكلمة بطبقة لبعي الكلمات السؤال احنا عارفينه نايل فاذر انكل ماذر وهنا لازم نكون حفظين معاني الكلمات المكتوبة عشان نعرف فين المختلفة ماذر انكل فاذر دائرة شباب افراد الاسرة ثامل اما دائرة الماشية البقر والجاموس هنجيب اي فرد فرد الاسرة ولكن اخ او انكل عم او اين كان بطل زجاجة زجاج كب فنجان با يشتري طبعا بطل دولة اسماء ناونز تابع الحاجات المطبخ ممكن نقول حاجات المطبخ اما با يشتري هنجيب ناون تابع الحاجات دات ولكن هقول مسلا ديش طبعا نودل نايل سباكتتي نودل ميكرونا النودل وازاي الشعرية كده بالضبط نايل النيل سباكتتي ميكرونا سباكتتي طبعا واضح هنجيب لها اكل اما نايل مش اكل هنجيب باستا او اي اج او اي مكان اكل سلحفة قطة كلب شمعة طبعا ديش مختلفة عشان دولة حيوانات هنجيب اي حيوان تاني واللي يكون لاين اصد او اي حيوان طبعا كله صح بايسيكل تاكسي بيتل باس بايسكل دراجة تاكسي تاكسي بيتلز اه اللي هو الخنفساء باس الاوتوبيس طبعا بايسكل تاكسي باس دولة وسائل المنصاط اما بيتل ديت خنفساء نكتب مسلا هنكمل الفراغات بكلمة من هذي الكلمات الكلمات عندنا كلمة يرحب نودلز شعرية بات اللي هو المعركة عنده اخ واحد سامح عنده اخ واحد اخو ده يعيش في قرية صغيرة هو بعمل له اي كل يوم في جمعة اي وحبي يزوره يزوره سامح سامح هنجزين فعل الفعل الوحيد عندنا الفعل يرحب بيه يرحب بيه أخوه سامح سامح بيجيب له طبق من ايه؟ طبق من عشان ياكله الطبق بيكون في ايه؟ بيكون في بطل نودلز باتل طبعا نودلز طبق شعرية هو ايضا يحضر له هو ايضا يحضر له من اللبن اللبن تحط في بطل ولا باتل في البطل في الزجاجة انا اشرب من من ايه؟ باشرب ماية من باتل بيتل ريبل باشرب من طبعا باطل الزجاجة نمبر تو there is about in the middle of there يوجد قارب في منتصف in the middle of في منتصف ايه؟ القارب المركب بيكون في في البايسيكل نايل باطل بيتل ايوه القارب بيكون في اه النايل نهر النيل ام اليفن انا عندي 11 سنة and my brother is three years old واخويا الصغير هنا ايضا يقولك الصغير صغير السن بمعنى ايش بمعنى new far heavy little ايوه حقول little number four i'm thirsty انا عطشان i want air of water الا عطشان عاوز ايه مية؟ عاوز ايه زيزة مية زجاجة بمعنى ايه؟ بمعنى بيتل lake bottle نودل طبعا بطل زجاجة مياه انا رأيت كرة in the of the puddle هنا اردو يقولك انا رأيت كرة في منتصف البركة في منتصف ايه منتصف far middle middle number six my grandfather's horse حصان جدي has a white الحصان عليه ايه؟ بيكون ايه؟ بيكون عليه كاتل ripple saddle candle احنا قلنا سرق الحصان السرقة الحصان اللي بيكون على ظهره اسمه سرق اللي هو سرق my father's brother اخو بابا اخو والدك يراب لك ايه؟ يراب لك grandfather uncle cousin brother ايوه uncle عمي اترتيب rearrange number one have what you are going to احنا قلنا السؤال 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 what up where او وين او اين كان السؤال في gong to بعد what are وبعدين you بعد gong to بعد الفعل في المصدر حكون السؤال what are you going to have يعني ماذا سوف تتناول number two in the lake hasan او حسام did jump السؤال ب did بعدين حسام بعدين في المصدر jump بعدين in the lake هل القملة او السؤال did حسام jump in the lake هل حسام قفز في البركة او في البحيرة number three uncle her naguas bicycle give a naguas هنا ابوستر في اسم بعدين اسم بعدين ايه اسم ناؤن uncle عمها give her اعطاها a bicycle or going buy what's a mad to نبدأ السؤال what's what is a mad what is a mad going to buy ماذا سوف أشير عمات number five number five he does little have a turtle نبدأ الجملة بالسؤال بداع داس هل وعدين he وعدين فال have a little turtle هل هو دايه اسم الحفة صغيرة وبعد كده السؤال السادس سؤال الparagraph تمام نكتب الجمل ونرجع تاني بسرعة عشان الوقت بتاعنا الجمل اول جملة هقول there are هنا في اتنين جامعة هتكلم على جامعة there are two beetles في خنفستين بعد النقطة the little beetle is in the middle of the lake او خاليا بودل هنا احسن بودل the old beetle has a turtle لكن الخنفستة الكبيرة معاها a turtle سلحفة it tries a bicycle انها تركب دراجة the turtle السلحفة ديت is تكون the little beetle السلحفة تكون لأجل الخنفستين الصغيرة هنا في الاول لازم نسيب مسافة زي كده في اول جملة او اول ساطر نسيب ايه مسافة والجملة اولى واخيرة اما سؤال الاخير الترقيم الترقيم طبعا نعرفين هنا الاول حرف لازم 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 لكون هنا سمون هكون عشان ده سؤال في الاخر علامة استفهام بمعنى من who is going to get a haircut فلاك علامة استفهام قلنا عشان ده سؤال بمعنى من number two my uncle فهمي is on his bicycle هنا الام اسم مولا حكون capital وفهمي عشان اسم شخص حيكون وطبعا في الاخر فوتسوبة عشان دي جملة عادية وكده خلاصنا لسنة ثلاثة الرابع وطبعا الوحدة كلها اتمنى لكم التوفيق يا ريت ما ننساش نعمل لايك على الفيديو سابسكيب وقناة ونفعل الجرس وشير معكم على اصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء باي موسيقى موسيقى